تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميسة عبر قناة سيلفي سبورت على يوتيوب الأكثر تنوعا من حيث أشكال و أفكار المحتوى و عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها بحب أذكر أنه نقاش كروي هو برنامج هدفه الأساسي أحكي فكرة بسيطة ممكن تعجبك ممكن ما تعجبك الهدف مش هون الهدف أنه نتناقش نحكي وجهات نظر و الناس تقرأ وجهات النظر أكثر مما تشوف أنا شو عم بحكي من يومين كنت قاعد أحكي مع صديق إلي صحفي بعتزف معرفته محمد حامد فكنا عم نتكلم في مجال ميسي و رونالدو يعني رونالدو تقدم بالعمر شوفنا الحملة السلبية اللي صارت عليه في إيطاليا و كأنه هو سبب كل اللي صار و أيضا ليونان ميسي لما طلع عقده انشقت الصفوف و أنه والله عقده ما بيستاهله و بيستاهله و في كثير مباريات و اتهاماته و سبب فشل نص الصفقات طبيعي اذكرت القدم ولو حكينا مئة سنة أنه ميسي و رونالدو من خارج هذا الكوكب فاللي بيدخل هذا الكوكب بدي نحكم بقوانينه وتعليماته و من أحكام و قوانين هذا الكوكب أنك اللي بلاعب بيكبر و مهما حاول يقنع نفسه أنه مش عم بيكبر رح يكبر و شوي شوي توصل لحد أنت الناس متوقع منك تعطي اللي كنت تعطيه قبل عشر سنين وتم بل سنين بس لا ما بتقدر ممكن تطلع حي اللمحة مباراة مبارتين ثلاثة أربعة بس موسم كامل مستحيل و المشكلة بتيجي اللحظات الصعبة في دور الأبطال فالناس بتكلم فخلال النقاش رمالي فكرة عجبتني قل ببساطة عارف شو أحسن طريقة يعتزدوا فيها الاتنين و تقول له شو كان جوهبوا يلعبوا مع بعض و يخلصوا آخر موسمين في مسيرتهم مع بعض بنفس الفريق يعني يروحوا 21-22 مثلا و 22-23 مع فريق معين لا ريال مدريد ولا برشلورة يلعبوا مع بعض سنتين ياخدوا هالأضواء والنجومين اللي بيستهلوها لأنه شوي شوي بلا نقاش قاعد عم ينسحب منهم البساط هذه سنة الحياة هم اللي عملوه غير طبيعي أنه مسكوا هالبساط وتمسكوا فيه أطول فترة ممكنة لكن شوي شوي الإعلام حيصير يشوف هلند إمبابي سنة هاي ها راح أكتر لهدول الاتنين السنة جاي بروح أكتر وأكتر ميسي ورونالدو هيتراجعه فعشان ما يشعروا بهذا الختام اللي شوي مطفي مع أنه مستحيل تنتسى مسيرتهم ربما أفضل شيء لطريقة احتزالهم إنهم يلعبوا مع بعض الآن باترك لكم لكم التعليق شو أفضل طريقة لاحتزال ميسي ورونالدو ترجمة نانسي قنقر